أهلا بكم سوف نرى طريقة للعطور على معاني الكلمات باللغة العربية وتعريفها باللغة الإنجليزية وكذلك على كيفية استخدامها في جمل وأصلها كذلك من أين جاءت هذه الكلمات نذهب إلى جوجل تكتب define ثم متبوعة بأي كلمة تريد تعريفها نقول define stone على سبيل المثال تعريف stone هنا النطق وهذه رموز النطق أو International Phonetic Alphabet الألفابت الصوتية الدولية وهذا هو التعريف hard solid non-metallic mineral matter of which rock is made especially as a building material وهذه صور وهذه جملة مثال لاستخدام هذه الكلمة هذه كلمات لها معاني متقاربة هنا تختارون اللغة التي تريدون ترجمة الكلمة إليها اخترت العربية حجر حصى وفي الأسفل تنقر على more definitions and word origin وسترى تعريفات أخرى وأصل الكلمة من أين جاءت هذه الكلمة هنا كما يبين هذا المبيان فكلمة stone جاءت من اللغة الهولندية من اللغة الإنجليزية القديمة Old English ومن اللغة الجرمانية قبلها وكما نرى هنا فهذه الكلمة مشتركة بين اللغة الهولندية واللغة الإنجليزية رغم أن النطق مختلف تماما في الألمانية هي Stein وفي الهولندية هي Stein أو Stein لا أعلم كيف تنطق وفي اللغة الإنجليزية القديمة هي Stein ترجمة نانسي قنقر